موسيقى موجز الاخبار من المحور اهلا بكم اكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة الموقف التنفيذية لانتقال الوزارات والاجهزة الحكومية المختلفة الى العاصمة الادارية الجديدة بحيث يتم العمل باستمرار في اتجاه ان يكون انتقال الحكومة الى العاصمة الادارية اساسا قويا للتحديث الشامل للجهاز الاداري للدولة على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذية لتسكين الموظفين في المقر الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية واشار رئيس الوزراء الى ضرورة الاهتمام في المسار الموازي بتنفيذ المخترحات التي يتم التوافق عليها بشأن خطط الاستغلال الامثل للمقرات الحكومية التي تم اخلاؤها على النحو الامثل لاستثمارها التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دكتور سلطان بن احمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ كوب 28 بدولة الامارات العربية الشقيقة في اطار التنسيق المتواصل مع الجانب الاماراتي استعدادا لاستضافة قمة المناخ القادمة كوب 28 جاء ذلك على هامش مشاركتها في اعمال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الوزري الافريقي المعني بالبيئة بالعاصمة الاستوبية ادي سبابا وبحث الجانبان التنسيق الكامل مع الجانب الاماراتي في نقل التجربة المصرية كاملة في استضافة مؤتمر الاطراف كوب 27 في شرم الشيخة والذي شهد حضورا ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر في تاريخها تشارك مصر في الاجتماع الوزري المعني بالاقتصاد الرقمية الذي يأتي ضمن اعمال مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند وذلك في اطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كدولة ضيفة خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة في اجتماعات مجموعة العشرين ويشارك الدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسات الاجتماع الوزرية التي تستهدف طرح الرؤى وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية والامن السبرانية والمهارات الرقمية كما يعقد وزير الاتصالات على هامش فعاليات الاجتماع عددا من المباحثات مع الوزراء ومسؤول شركات متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون والاستثمار في المجالات المختلفة اكد وزير الصحة والسكان ان الدولة بذلت جهودا في تعزيز هيكل الاستعداد والاستجابة بما يتماشى مع الاطر والاستراتيجيات العالمية للوقاية لمجموعة العشرين بولاية جوجارات الهندية وقال وزير الصحة ان مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية سواء فيما يتعلق بالاوبئة او الكوارث الطبعية او غيرها من الطوارئ الصحية ويجري تحديثها باستمرار بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية اعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجح اول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الاخضر الميثانول بميناء شرق برسعيد حيث استغلقت خدمة التموين ما يقرب من ست ساعات لتعد هذه العملية هي الاولى من نوعها في مصر وافريقيا والشرق الاوسط جاء ذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدية او الاخضر ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط يواجه فريق كرة اليد بالنادي الاهلي نظيره برشلون في العشرة من مساء اليوم في نهاية بطولة الابطال الدولية لليد المقامة بالبوسنة والهرسكة نجح الاهلي في تحقيق الفوز بمواجهتين امام يوروفارم المقدوني وسلوجة البوسني وتعادل مع مومبيلي وشارك الاهلي ضمن المجموعة الاولى بجانب مومبيلي الفرنسية ويوروفارم المقدونية وسلوجة البوسنية فيما ضمت المجموعة الثانية فرغ برشلونة الاسبانية وزغرب الكرواتية وسيلي السلوفينية وفوفودينا السربية